مشاهدي قناة الفلوجة الكرام نحن مستمرون معكم في هذه التخطية على الهواء مباشرة من مدينة كاركوك نحن حاليا في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة بعد قليل سننطلق في جولة نرافق فيها قائد العمليات طبعا على عدد من مراكز الاختراع للاطلاع على سير العملية الانتخابية قوة كبيرة حقيقة لحماية المراكز الانتخابية في كاركوك بمشاركة 120 عربة تقريبا لجهاز مكافحة الارهاب وثلاثة أفواج منتشرة في مختلف مناطق كاركوك لذلك عملية الاختراع التي بدأت في الساعة السابعة صباحا ما زالت مستمرة وما زال توافض المواطنين على مراكز الاختراع مستمر أيضا ولا وجود لأي فروقات أمنية لحد اللحظة والحمد لله ولا توجد أي مشاكل فنية تذكر على مستوى أجهزة التصويت لذلك نحن معكم على الهواء مباشرة نستمر في هذه التخطية تباعا سنبقى في المراقبة شكرا جزيلا أبقوا معنا